شروق لازلنا والتي تتحدث هذه المرة في شأن أثري تقول في هذا الخبر أن مصر تستعيد ثماني قطع أثرية من فرنسا أما التفاصيل فتقول أن وزارة الثقافة الفرنسية أفادت بتسليم نظيرتها المصرية في باريس ثماني قطع أثرية إلى السفير المصري هناك بعدما ضبطتها الجمارك الفرنسية في يناير من عام 2010 تقول وكالة الأنباء الفرنسية فرانس بريس أن القطع سلمت إلى السفير المصري في فرنسا إيهاب بدوي خلال مراسم أقيمت في وزارة الثقافة في العاصمة الفرنسية وقد أثر على هذه الآثار وهي عبارة عن تماثيل وألواح تعود لأكثر من ثلاثة آلاف سنة في حقائب مواطن بريطاني تأتي إعادة هذه القطع بموجب اتفاقية اليونسكو عام سبعين والهدفة إلى مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية تعود آخر عملية من هذا النوع بين فرنسا ومصر إلى وضون عام 2014 حيث أعادت بريس بموجبها 250 قطعة أثرية ضبطت في مارس ونوفمبر من عام 2010